مملكة البحرين ومعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية قد قام مع فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كريباتي وزير الخارجية بالتوقيع على بيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الانفتاح التي تنتهجها مملكة البحرين على العالم وحرصها على دعم علاقاتها وتعزيز التعاون مع جميع الدول لما يعزز المصالح المشتركة معربا معالي عن تطلعه في أن تشهد الفترة المقبلة تقدما في العلاقات مع جمهورية كريباتي في كافة المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين من جانبه أعرب فخامة الرئيس تانيتي ماماو رئيس جمهورية كريباتي وزير الخارجية عن اعتزازه بإقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين مؤكدا أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات الثنائية والتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر